بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية بعنوان أحكام اليمين الجزء الأول فحياكم الله ومرحبا بكم أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن أولا أن يعرف اليمين لغة وشرعة ثانيا أن يذكر حروف القسم ثالثا أن يوضح المقصود بألفاظ اليمين رابعا أن يبين حكم الحلف بغير الله تعالى ونبدأ بالتهيئة أعزائي الطلاب صفحة 52 قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحفظوا أيمانكم سؤال ما دلالة الآية الكريمة؟ من يعطينا جوابا؟ تفضل يا محمد الإجابة تدل على أمر الله لنا بحفظ الأيمان ويكون حفظ الأيمان بثلاثة أمور أولها حفظها عن الحلف بالله كذبا ثانيا حفظها عن كثرة الحلف ثالثا حفظها عن الحنث فيها إذا حلف إلا إذا كان الحنث خيرا وكذلك إخراج الكفارة إذا حنث بها بمعنى الوفاء باليمين واجب إلا إذا كان عدم الوفاء من أجل أمر خير فعندها يجوز الحنث بهذا اليمين وإخراج الكفارة عن هذه اليمين أحسنت بارك الله فيك يا ولدي وننطلق أعزاء الطلاب إلى الهدف الأول أن يعرف اليمين لغة وشرعة اليمين لغة هو من يعطينا جوابا تفضل يا عبد الرحمن اليمين لغة يا أستاذ هو الحلف والقسم إذا الحلف والقسم نقول فلان حلف فلان أقسم بمعنى اليمين أحسنت بارك الله فيك يا ولدي ثانيا شرعا ما معنى اليمين شرعا تفضل يا حمد الجواب يا أستاذ توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته أحسنت بورك فيك يا ولدي ويسمى الحلف يمينا قال في القاموس واليمين القسم لأنهم كانوا يتماسحون بأيديهم اليد اليمنى فيتحالفون بمعنى يضع يده اليمنى على يد الشخص الآخر اليمنى ثم يحلفون ولذلك سمي اليمين يمينا تقويم بنائي للهدف الأول سؤال عرف اليمين شرعا من يعطينا جوابا تفضل يا عبد الله الجواب توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته إذن نؤكد الكلام الذي نريد أن نحلف عليه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته ونبدأ بالهدف الثاني أعزاء الطلاب أن يذكر حروف القسم فما هي حروف القسم إذن؟ للقسم ثلاثة حروف إذن حروف القسم ثلاثة أولها الواو نقول والله اثنين الباء نقول بالله ثلاثة التاء نقول تالله إذن نستطيع أن نقسم بالله سبحانه وتعالى فنقول والله أو بالله أو تالله وهذه تسمى حروف القسم تقويم بنائي للهدف الثاني أن يذكر حروف القسم أذكر حروف القسم الثلاثة مع التمثيل لكل حرف من يعطينا جوابا لهذا السؤال؟ تفضل يا أحمد الجواب يا أستاذ حروف القسم ثلاثة أولها الواو أحسنت ونقول والله أحسنت بورك فيك تفضل يا عبد الرحمن الحرف الثاني الحرف الثاني يا أستاذ هو الباء نقول بالله أحسنت بورك فيك الحرف الثالث تفضل يا جاسم التاء أحسنت نقول تالله ما شاء الله أبورك فيكم جزاكم الله خيرا وننطلق أعزائي الطلاب إلى الهدف الثالث أن يوضح المقصود بألفاظ اليمين أولا أن يكون المخسم به بلفظ الله أو أحد أسمائه أو أحد صفاته مثل قولنا والله بالله تالله ونلفظها والله بالله تالله أو بأسمائه مثل قولنا والرحمن والحي والرحيم ونقولها والرحمن والحي والرحيم والعظيم أو بصفاته مثل قولنا وحياة الله ورحمة الله وكلام الله ونقولها ونلفظها وحيات الله ورحمة الله وكلام الله وغير ذلك من الأسماء والصفات أيها الأعزاء ملاحظة مهمة وهذا النوع هو الذي تنعقد به اليمين ويصح من الحال في أن يحلف به ثانيا أن يكون المغسم به بلفظ غير الله سبحانه وتعالى بلفظ غير الله مثاله كأن يقول أحدهم والكعبة والنبي والوالدين ونلفظه والكعبة والنبي والوالدين ورأس أمي ورأس أبوي والملائكة وغيرها من الألفاظ وهذا النوع ملاحظة مهمة لا تنعقد به اليمين ولا يصح من الحال في أن يحلف به وحكمه حرام بارك الله فيكم تقويم بنائي للهدف الثالث أن يوضح المقصود بألفاظ اليمين السؤال الأول ما اللفظ الذي تنعقد به اليمين ويصح من الحال في أن يحلف به مع المثال تفضل يا حمد إجابتك يا ولدي أن يكون الحلف بالله أو أحد أسمائه أو أحد صفاته أحسن تبارك الله فيك ومثاله تفضل يا حمد والله أو بأسمائه مثل والرحمن أو بصفاته مثل وحيات الله وغير ذلك أحسن تبارك الله فيك يا ولدي السؤال الثاني ما اللفظ الذي لا تنعقد به اليمين ولا يصح من الحال في أن يحلف به مع المثال تفضل يا جاسم إجابتك يا ولدي أن يكون الحلف بغير الله أحسنت وأما مثاله يا جاسم مثل قول الناس والكعبة والنبي والوالدين ورأس أمي ورأس أبوي والملائكة وغيرها من الألفاظ أحسنتما بارك الله فيكم وننتقل أعزائي الطلاب إلى الهدف الرابع أن يبين حكم الحلف بغير الله تعالى حكم الحلف بغير الله تعالى حرام وشرك بالله تعالى أي شرك أصغر وإن لم يفصد الحالف تعظيم غير الله تعالى وحلفه باطل ولا يصح وعليه أن يتوب دليل التحريم ما دليل التحريم على أن الحلف بغير الله حرام دليل التحريم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحرف بالله أو ليصمت وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك تقويم بنائي للهدف الرابع السؤال الأول ما حكم الحلف بغير الله تعالى من يعطينا إجابة تفضل يا محمد إجابتك حرام وشرك بالله تعالى شرك أصغر وإن لم يصد الحالف تعظيم غير الله تعالى وحلفه باطل ولا يصح وعليه أن يتوب أحسنت بورك فيك يا ولدي السؤال الثاني ما دليل تحريم الحلف بغير الله تعالى من يعطينا إجابة تفضل يا عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أحسنت بورك فيك الغلق وملخص الدرس ونبدأ بالسؤال الأول ما معنى اليمين شرعا من يعطينا جوابا تفضل يا عبد الرحمن إجابتك توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته أحسنت رائع يا ولدي السؤال الثاني أذكر حروف القسم من يعطينا جوابا تفضل يا عبد الله إجابتك الواو والباء والتاء كقولنا والله وبالله وتالله أحسنت السؤال الثالث بين ألفاظ القسم من يعطينا إجابة تفضل يا محمود إجابتك أولا أن يكون المخسم به بلفظ الله أو أحد أسمائه أو أحد صفاته فتنعقد به اليمين ويصح الحلف من الحالف في هذه الحالة ثانيا أن يكون المخسم به بلفظ غير الله أو غير إسماء الله أو غير صفات الله فلا ينعقد اليمين فلا تنعقد به اليمين ولا يصح حلف الحالف بها بارك الله فيكم أحسنت السؤال الرابع ما حكم القسم بغير الله تعالى من يعطينا إجابة تفضل يا أحمد حرام وشرك بالله أي شرك أصغر وحلفه باطل ولا يصح وعليه أن يتوب بورك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا التقويم الختامي أعزائي الطلاب نبدأ معكم بالتقويم الختامي ونبدأ بالسؤال الأول من يقرأ السؤال الأول؟ تفضل يا محمد السؤال الأول لماذا شرع اليمين؟ ما هي إجابتك يا ولدي؟ الإجابة يا أستاذ لتأكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو أحد أسمائه أو أحد صفاته فأنت بالحلف قد جعلت الله شاهدا على كلامك إذن لتأكيد الشيء الذي نريد أن نحلف عليه أحسنت بورك فيك السؤال الثاني علل حرم الإسلام الحلف بغير الله تعالى واعتبره شركا أصار من يأطين إجابة؟ تفضل يا عبد الله ما إجابتك؟ الجواب يا أستاذ لأن فيه تعظيما لغير الله ولا عظيم إلا الله فيحلف به أحسنت إجابة رائعة السؤال الثالث أعطي مثالا على الحلف بألفاظ ينعقد بها اليمين من يعطينا؟ إجابة آية جاسم تفضل الحلف بسم الله كقولنا والله أو بأسمائه كقولنا والرحمن أو بصفاته كقولنا وحياة الله ونلفظها بالعامية فنقول وحياة الله والرحمن إنك تعطيني وهكذا من الأسماء والصفات التي نحلف بها السؤال الرابع أعطي مثالا على الحلف بألفاظ لا ينعقد بها اليمين من يعطينا إجابة؟ تفضل يا محمود إجابتك الحلف بغير الله كقولنا يا أستاذ أو قول بعض الناس ورأس أمي وحياة النبي بشرفي والكعب المشرف غير تعالى وبعرض أهله وهكذا نكون قد أنهينا التقويم الختامي بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء وخيرا وليس آخرا شكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم سعدنا بكم أعزائي الطلاب شكرا لكم جميعا على اهتمامكم وحرصكم انتهى الجزء الأول ويتبعه الجزء الثاني بإذن الله تعالى وصية لكم أن تحافظوا على أيمانكم فتحلفوا بالله وحده ولا تحلفوا بغير الله مهما كانت درجة المحلوف به فلا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحبكم ويرضى لكم الإيمان ويكره لكم الكفر والمعاصي لذلك الحلف بغير الله معصية كبيرة نسأل الله أن يعافينا وإياكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته